لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أبطال فوج إطفاء بيروت في تفجير المرفأ في الرابع من آب أحيا هذا الفوج ذكرى شهدائه برعاية محافظ بيروت القادم روان عبود وحضور أهل شهداء ورفاقهم وحشد من الرسميين وأهل المنطقة الذكرى استهلت بالنشيد الوطني اللبناني الذي عزفته موسيقى قوى الأمن الداخلي التي شاركت في إحياء هذه الذكرى منظم الاحتفال الملازم أول علي نجم رحبا بالحضور مستسكرا رفاقه الشهداء بأبيات شعرية محافظ بيروت القادم روان عبود وضع أول إكليل من الغار على نصب شهيد فوج الإطفاء وهكذا فعل نائب رئيس بلدية بيروت إلي أندريا وأهل الشهداء الحفل استكمل بشريط موسيقي وطني من عزف موسيقى قوى الأمن الداخلي تكريما للشهداء من مركز فوج الإطفاء في الكارنتينة مروان أدوم صوت لبنان اشتركوا في القناة